أبواق المخزن هم مجموعة من الناشطين على مواقع التواصل الاجتماعي الذين هم في مواقفهم دائما مع المخزن فهم مع المخزن ولو على حساب شعبهم مع المخزن ولو خان قضية مقدسة من قضايا الأمة كقضية فلسطين مع الملك وعاش الملك ولو تحالف مع الكيان الذي يبيد أطفال غزة ونساء غزة السلام عليكم أهلا بكم إخواني في قناة قضايا وأعلام أبواق المخزن وحرب غزة هذا هو موضوع حلقة اليوم الذي أتناوله وفق الخطة الآتية واحد موقفهم من المقاومة في غزة ثلاثة هل تغير موقفهم من مسار التطبيع في ظل العدوان الشرس الذي يتعارض له أهالين في غزة منذ أكثر من شهرين أربعة أنا مغربي وغزة ليست قضيتي للإجابة عن هذه الأسئلة سأفسح المجال لبعض وجوه المخزن لتشرح موقفها بوضوح أما أنا فأكتفي ببعض التعليقات القصيرة أما الحكم فسيكون لكم إخواني المتابعين بعد مشاهدة الحلقة فلنبدأ إذن بموقفهم من المقاومة في غزة أولا بخصوص حركة حماس التي تقود المقاومة يقول أحدهم ويقول آخر واش بغيت بالزز نقول أننا متفق مع حماس ألا أما عمليات طفان الأقصى فقالوا عنها وإذا كنا نؤكد على أن ما قمت بحركة حماس كان خطأا استراتيجيا قاتلا وغباءا تقتيكيا لا يمكن تفسيره أو تبريره ويقول آخر كيف رأي لكم هذا السبعة أكتوبر شنو قاحباتي دي الغزة وهذا أنا من النهار الأول قلت بأنه شكو اللي عنده المصلحة في تحريك حماس شكو اللي عنده المصلحة في تحريك الحماس شنو كان واقع رأى منذ أيام معلن عليها بيضا براسو كي يقول لك أودي كان قريب واحد للتفاق اللي هو بين إسرائيل والمملكة العربية السعودية والمملكة العربية السعودية قد تخذ برنامج نووي لما قرر بالتفاق قد تحرك حماس شكو اللي يحرك حماس إذن هنا اللي عنده مصلحة هو إيران هم إذن ليسوا مع حماس لأن العملية التي أقدمت عليها في سبع أكتوبر كانت حسبهم خطأا وغباءا تاكتيكيا ولأن حماس صناعة أمريكية وفي نفس الوقت هي تخدم إيران لاحظوا إخواني هذا التناقص حماس صناعة أمريكية وفي نفس الوقت تخدم إيران وقالوا أيضا عن قادة حماس أنهم يقيمون في فنادق تركيا وقطر بينما إخوانهم في غزة يموتون تحت القصف بل قالوا كيف لحماس أقامت الأنفاق لمقاوميها ولم تنشئ أنفاق لـ 2.5 مليون من سكان غزة ومما قالوا عن حماس أيضا يجاوبون على سؤال واحد بما يكفي من الوضوع واش انتوما مع مدنيين إسرائيليين قالوا سينكي يزهاوا قالوا سينكي ينشطوا قالوا سينكي يشتحوا يهجموا عليهم ويغتصبوا منغتصبوا منهم ويديوا عيالات عريانات وينكلوا به أره ما جازر ضد المدنيين درد في الهجوم الأول دي الحركة حماس الشرفة هذه نقطة تحتاج إلى تعليق فهذا الكلام إخواني هو ترديد لرواية نشرها الإعلام العبري في الأسبوع الأولى من الحرب لكن بعد ذلك شرطة الكيان وإعلامهم كشف حقيقة ما جرى في 7 أكتوبر وهو أن طائرات الاحتلال قتلت مستوطنين في هذا اليوم بأمر من سلطات الكيان نفسه هذا بخصوص القتل أما بخصوص نساء عراية فقد رأينا وبالصور كيف عامل مقاوم كتائب القسام الأسيرات في هذا الأمر أما عن مسألة الاقتصاب فأجيب بهذا السؤال نساء وفتيات عشنا في الأنفاق كأسيرات أكثر من شهر ونصف لم تتعرض واحدة منهن للإغتصاب وهذا بشهادة الأسيرات المفرج عنهن فكيف يحدث الإغتصاب خلال الهجوم الخاطف الذي وقع يوم 7 أكتوبر أي عقل هذا؟ طبعا هذا غير معقول لذلك هذا الكلام الذي يشاع عن المقاومة ما هو في الحقيقة إلا ترديد لأكاذيب العدو التي أصبح الإعلام العبر نفسه لا يصدقها بعد هذا نمر إلى النقطة الثانية في موضوعنا فكما تعلمون منذ اندلاع أحداث غزة وقعت في المغرب مسيرات شعبية ووقفات للتعبير عن مساندة المقاومة والتنديد بالعدوان على غزة وأيضا للمطالبة بإلغاء اتفاق التطبيع مع الكيان وهنا نتسأل هل تفاعل هؤلاء مع هذا الحراك الشعبي؟ هل شجعوه؟ ماذا قالوا أيضا؟ أتدرون ماذا يقصد بخطاب الجزائر؟ يقصد ملاصرة القضية الفلسطينية ورفض التطبيع فهذه بالنسبة لهؤلاء الأبواق هي ماركة جزائرية لذلك فهي مرفوضة إن هؤلاء الخوانة المتأخونين لا يهمهم الوطن لأنه بالنسبة لهم مجرد حفنة منطراب عافي ولا يهمهم ولي الأمر لأنهم يرون أنفسهم أحق بالحكم منه يقتاتون على الفوضى ويتمنون الخراب لأنهم أداة هدم وظيفية كانت ولا تزال في أيدي قوى لها معنا عداء تاريخي ولا تزال تحلم من فراط عقد الخلافة في الغرب الإسلامي وماذا قالوا أيضا؟ المغرب قالها بالفم المليان وتسنات الاتفاق يدي الأبرهام وما كان حتى مشكل والشعب المغربي متفهم أي نعم في الفترة هذه الحرب هناك اللي بغيني لعبوا على هذه النقطة هذه ونحن نعرف ذلك الأحزاب الإسلامية ستلعب على هذا الشيء هذا وبعض الخوانة اللي هما تخدموا بعض الأجندات اللي هي خارجية اللي هما تهمهم يعني تهمهم دولة أخرى ولكن المغرب ما يفكرونش فيه يعني هذا الشيء هذا روابين هذوك تنعتبرهم خوانة يا للمفارقة فقد أصبح من يساند غزة ويرفض التطبيع هو الخائن بل هو من أتباع الشيطان لقد كشفت لنا مأساة غزة أيها الأحبة بأن أتباع الشيطان قد استيقضوا من مرحة تلكمون واستغلوا الأحداث ليس حبا في غزة لا والله ما أحبوها يوما ولا فكروا في زيارتها أو الجهاد من أجلها وإنما حبا لكراسي السلطة وشهوتي السلطان بل إنهم يفعلون أفعالا لا يفعلها حتى الشيطان ويغمزون ويلمزون في الرموز ولا يهمون في ذلك لا غزة ولا القدس بل ويتمنون استمرار الصراع ويفرحون مع سقوط الشهداء ليرقصوا فوق الجتت ويلعبوا فوق الأشلاء لذلك وبالمختصر المفيد موقف مرتزقة المخزن هو هذا ولا وألف لا لمن أراد استغلال الأحداث لنقل الخراب من مضارب غزة إلى شوارع الربا ودون إطالة نمر إلى النقطة الثالثة تعرفوني إخواني أن عدوان الكيان على قطاع غزة منذ أكثر من شهرين وما خلفه من دماء ودموع وخراب وأشلاء يعطي فرصة من ذهب للمطبعين ليتوبوا من خطيئتهم أو ليستيقظوا من غفلتهم إن كانوا غافلين لكن يبدو أن أبواق المخزن يعيشون خارج مجال التغطية لذلك هم يتمسكون بالتطبيع ويعتبرونه أمراً عادياً لأن في الكيان مليون مغربي يكنون لهم كل الحب والود ولأن الدنيا مصالح ولا ما كان فيها للمبادئ والتطبيع يحقق للمغرب مصالح راهنا هذه اتفاقية هذه اتفاقية وعطتنا تحالوه قولت وتطبيعت الصباح اتفاقية وعطتنا تحالوه شنو؟ أنا مصلاحتي في العالم اللي غادي نربح معاه أنني ندير معاه اتفاق وإذا كان فرعون قال لشعبه ما أريكم إلا ما أرى فإن أبواق المخزن يقولون لشعبهم الذي ينتفذ ضد التطبيع ويدعو إلى إلغائه ما نريكم إلا ما يرى سيدنا الملك المعصوم من الخطأ ولقد سجلنا في المغرب ركوب بعض المحسوبين على هذا الطيار الإديولوجي الخبيث موجة المحنة في غزة ولجأوا إلى تكتيكاتهم الكلاسيكية المفضوحة من أجل تأجيج غضب المغاربة للضرب في رموز المملكة وللدعا بأن الدولة المغربية خانت الله ورسوله من خلال قبولها بالتطبيع والذي يقع خيارا فرضته المصلحة التي يقدرها ولي الأمر دون غيره هكذا يهاجم أبواق المخزن مواطنيهم الذين يرفعون شعار مساندة غزة وإلغاء التطبيع وفي المقابل نجدهم يدافعون على دعاة التطبيع ويؤيدون من يرفع شعار تازة قبل غزة بل إنهم يدافعون وبلا خجل حتى على من رفع شعار كلنا إسرائيليون أما من يريد مناصرة غزة فما عليه إلا أن يسلك هذا الطريق نمر الآن إلى النقطة الرابعة والأخيرة أنا مغربي ماذا يعني هذا الشعار بالنسبة لأبواق المخزن أنا مغربي أنت مغربي دينا نحن ما هنا ما هنا انتقد الأطراف الجوج كالرفض العنف دي الأطراف الجوج كلكم تابعتم إخواني كيف أن غالبية الشعوب أصبحت تدين جرائم الاحتلال في غزة وقع هذا وما زال يقع حتى في الدول الغربية لكن هؤلاء المرتزقة باسم أنا مغربي وباسم تمغربيت هذا الصنم الجديد الذي يروجون له يسوون بين الجلاد والضحية هل فعلا هؤلاء وأمثالهم يدافعون عن مصالح المغرب والمغاربة هل دافعوا مثلا عن ساكنة حي بن كيران في طنجة حين كانوا مهددين بإخلاء مساكنهم من قبل يهودي صاحب وكالة عقارية وعاشوا تحت الأعصاب عدة شهور نعم هناك من دفع عنهم واعتبر هذا الأمر سابق خطيرا لكن هؤلاء المرتزقة لم يفعلوا بل إن البعض منهم حاولوا التغطي على المسألة وادعوا أن صاحب الوكالة ليس يهودي ثم هل أبد هؤلاء قلقهم مثلا من إسناد إدارة بعض ممتلكات الأوقاف والشؤون الإسلامية في نظارة الرباط ليهودي صهيوني وهل ساند الإمام الذي أقيل منذ أيام لأنه تكلم في خطبة الجمعة عن فلسطين يبدو أن هذه الأمور لا تهم هؤلاء لأنها تحدث في بلاد أخرى كما أن الصهينا التي اجتاحت جميع القطاعات في المغرب أيضا لا تهمهم ولا تشكل أي خطر على مواطنيهم لأنها تقع في كوكب آخر قبل أن أختم أستسمحكم إخواني على إسماعكم هذه الخزعبلات التي لم أجد لها مكانا في محاور الحلقة رغم أن المغاربة ضد التطبيع شريحة كبيرة منهم إلا أنهم عندهم حتيقة كبيرة في المؤسسة الملكية وفي الاختيارات ديالة الاستراتيجية هيدا اللمسة ديالة المغاربة ديال أنهم رغم أنهم يقدروا يكون عندهم واحد رأي مغاير إلا أنهم يتيقون في رأس الدولة ويقولوا أنهم ما يمكن يتأخذ إلا ما هو في مصلحة الشعب المغربي أنا واحد من المغاربة اللي هو من إنه إذا حلت القضية الفلسطينية في يوم الأيو سوف يكوني على يدي الملك المغربي المستوى الداخل الإسرائيلي يقول بأن مؤسسة إمارة المؤمنين في المغربية القادرة على التأثير في مسلسل صناعة القرص والأي مؤسسة إسرائيل إلا كان مثلا الدهب يدير شي شخص الإسرائيل يخدم المصالح ديال الدولة المغربية يقدر يدير أنه ملح أنا؟ لما يمشي سيدنا لما يمشي سيدنا نمشي بعده أنا معك أنا لك لفتني الدولة ديالي أما مني الرأسي منمشي وبعد كل هذه الخرجات يتساءل هؤلاء لماذا نهاجم ولماذا نتهم بالعمالة والصهينا شكرا إخواني على المتابعة لا تنسى الاشتراك في القناة لا تنسى اللايك لينتشر الفيديو والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة